في شارية السابق تعلمنا كيفية مراجعة الأخطاء سواء ديال الأورتوغغاف أو ديال لاغرامير وتعرفنا كذلك على وظائف اللي ساعدتنا في تصحيح هذه الأخطاء في المستند كامل بسرعة و بسهولة هاد الأخطاء الكتابية كيشير لها الورد بألوان خاصة كتوضح نوعية الخطأ وبتالي كيكون عندنا اختيار لكيسمح لنا نختاره للكلمة الصحيحة من جهة أخرى هناك أخطاء وورد كيقوم تصحيحها مباشرة وتلقائيا بدون ما يطلب من الموافقة أو الاختيار وهذا هو التصحيح التلقائي و اللي غن تعرفوا عليه فادشاري إذن هنا فلا لا تخذينا غنقوم بحذف الاسم الكامل للمترشحة وغنكتبوه من جديد مع كتابة الحرف الأول الاسم en minuscule لاحضوا معي مباشرة بالضغط على espace الحرف الأول ولا عدنا en minuscule فهنا وورد 2013 كيميز باللي هادي بداية جملة أو اسم وبمجرد ما نقربوا من هاد التغيير كنلاحظوا مباشرة إشارة فركة تحرك للأسفل ولي كتمنحنا خيار الوصول لهذا التصحيح التلقائي بالضغط عليها يمكننا إلغاء هاد الكابيتاليزاشون لما كدناش في حاجة لها يمكننا كذلك نختار الإيقاف التلقائي للكابيتاليزاشون ديال الحرف الأول للكلمات من هنا أو لا يمكننا كذلك نمشيوا الخصائص التصحيح التلقائي انطلاقا من هنا بالضغط على هاد الاختيار كتحلين مباشرة هاد البوات دو ديالوج واللي كتحتوي على خصائص تصحيح تلقائي هاد البوات دو ديالوج يمكننا كذلك نمشيوا لها انطلاقا من Langley Fichier Option ومن بعد نضغطو على Verification مباشرة كندغطو على Correction Automatic وهنا يمكننا نتحكم في تشخيص الخصائص ديال la Correction Automatic على سبيل المثال عند اختيار إظهار زر خصائص تصحيح تلقائي الزر اللي كي يظهر لنا بإشارة سفرة كذلك بعد المرات كندغطو مدة طويلة على الزر Shift وبالتالي كنحصلو على دو كابيتار الحرف الثاني غيتم إصلاحو تلقائيا بالضغط على هاد الخانة ميزة الماجسكول في بداية الكلمة لما كناش في حجر هاد الميزة يكفي فقط نضغطو عليها الإلغاءها نفس الشيء بالنسبة للجداول كذلك أسماء الأيام مباشرة كتولي كابيتاليزي أما بالنسبة لهاد الميزة وفي حالة نسينا المفتاح وقمنا بكتابة كلمة معينة وحصلنا على عكس النتيجة اللي بغينا نتوصلو لها إذن هاد الميزة كتقوم بتصحيح هاد الخطأ كذلك وهنا التحت كتلاحظوا عدد من الأشياء اللي يمكن لنا كتابتها أو تعويضها بالكتابة الصحيحة سواء كانت كلمة أو رمز نمشي والتحت مثلا كلمة مكتوبة على هاد الشكل ومباشرة من اللي نبغيو نكتبو هاد الكلمة تلقائيا غد تكتب بشكل صحيح بل أكتر من ذلك في هاد القائمة يمكن لي إضافة الكلمات اللي كانستعملوا بشكل كتير نقوم فقط بالضغط على هاد الخانة ونكتبو كلمة مع الكلمة اللي بغينا نعودو بها مثلا سي تعدير من تعود نكتبها ساعة دي إذن في خانة رمبلاسي نكتب ساعة دي ومن بعد نكتب سي تعدير بشكل صحيح وندغط على أوكي لإضافتها القائمة إذن هادي ميزة جديدة في الورد 2013 وليغا تساعدنا في تفادي الأخطاء أثناء الكتابة دي النص دينا إذن كما شفتوا عدنا إمكانية تتحكم في جميع الإزوبشيون دي للكوركشون أوتوماتيك مع الإضافات اللي يمكن لنا نقوموا بها إذن نضغطو على أوكي ونتعرفو على باقة الإزوبشيون دي لفيريفيكاشن أول خاصياتنا إنيو غيليمو أو ماجسكول فهد الحالة عدنا كلمة كلها افترادية أو ماجسكول فالإزوبشيون دي كوركشون كي تجاهلو تحيح هد الكلمة الميزة الثانية إنيو غيليمو كي كنتين دي شفر بالنسبة لهد الميزة لكات عدنا كلمات معينة وليك نعتقدو بلي لازم تكون كتحتوي على أرقام اللي ضغطت هنا وقمت بإلغاء هد الميزة فهنا هد الكلمات غد ظهر على شكل أخطاء في النص ديالي بالتالي من بعد ما القينا نضرع عم على الإزوبشيون دو كوركشيون أوتوماتيك الآن يمكن لكم تقوموا بالاحتفاظ بإزوبشيون اللي كتحتاجوا غالبا وبالنسبة لإزوبشيون اللي ما محتاجينش يكفي تقوموا بإلغاءها هكدا كتكونوا نخصتو الإزوبشيون دو كوركشيون أوتوماتيك بشكل اللي كي يناسبكم ومن بات كان دخلتوا إلا أوكي أو كان رجول نس ديالنا